هذه هي الحلقة الخامسة والأربعون من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة حلقتنا ستكون استمراراً للحلقة الماضية إذ أجيب على أسئلة متنوعة أجيب بنحو وجيز ومختصر بقدري ما أستطيع أن أختصر لزالت الأسئلة المتنوعة من الناصرية من العراق في حديث الكساء أكذا يقول السؤال في حديث الكساء عندما دخل الإمام علي والحسن والحسين عليهم السلام قالوا نشم عندك رائحة يقولون للصديقة الكبرى لأم الحسن والحسين قالوا نشم عندك رائحة كأنها رائحة رسول الله صلى الله عليه وآله لماذا لم يقول نشم رائحة رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا نشم عندك رائحة كأنها سؤال وجيه لماذا قال أمير المؤمنين وقال الحسن وقال الحسين للزهراء صلى الله عليه وآله من أنهم يشمون رائحة كأنها ما قالوا من أنهم يشمون رائحة رسول الله عامة المسلمين كانوا يشخصون رائحة رسول الله نبينا الأعظم نبينا الأعظم رائحته رائحة الورد حينما يمر في طريق تبقى رائحته في ذلك الطريق إلى مدة الروايات الروايات تقول من أن الصحابة كانوا يتتبعون الرائحة كي يصلوا إلى المكان الذي يكون فيه رسول الله صلى الله عليه وآله عامة المسلمين كانوا يشخصون رائحة النبي وإن لم يكن موجودا أمام أعينهم فما بالكم لأمير المؤمنين والحسن والحسين نحن نقرأ في الكتاب الكريم في سورة يوسف لما أعطى يوسف القميص لأخوته وقال لهم اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة الآية الثالثة والتسعوب بعد البسملة من سورة يوسف اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة وكان القميص محفوظا في تميمة في كيس في كيس جلدي فتح التميمة وأخرج القميص وأعطاه لأخوته يعقوب كان في فلسطين وهؤلاء كانوا في مصر المسافة شهسعة بعيدة حين أخرج يوسف القميص من التميمة فإن يعقوب وهو في فلسطين شم رائحة ولما فصلت العير خرجت من المدينة ولما فصلت العير باتجاه فلسطين قال أبوهم إني لأجد ريحة يوسف لولا أن تفندون عائلته لم تصدق قالت الله إنك لفي ضلالك القديم ولما فصلت العير حين خرجت من المدينة في مصر قال أبوهم قال يعقوب إني لأجد ريحة يوسف لولا أن تفندون أمير المؤمنين هو الذي يقول إني أشم رائحة النبوة رائحة النبوة شيء آخر أما ما أشار إليه حديث الكساء فإنها رائحة كان المسلمون يشمونها رائحة النبي إذن لماذا قال علي والحسن والحسين من أنهم يشمون رائحة كأنها رائحة رسول الله هذا التعبير في العربية تعبير دقيق وجميل سأضرب لكم مثالا لنفترض أن إنسانا من عادته أن يتناول طعامه النهاري في الساعة الرابعة عصرا مثل ما يقول المتخصصون في الأغذية والأطعمة من أن الساعة الرابعة نموذجية لتناول الطعام على أي حال لنفترض أن إنسانا يتناول طعامه النهارية يوميا في الساعة الرابعة عصرا الساعة البيولوجية لجسمه ستنظم التفاعلات البدنية عنده إنه سيشعر بالجوع حينما يقترب الوقت من الساعة الرابعة سيشعر بالجوع في الثالثة والنصف مثلا ولكن في يوم من الأيام شعر بالجوع وبجوع شديد في الساعة الواحد يوميا هو يشعر بالجوع في الساعة الثالثة والنصف لأنه قد اعتاد أن يتناول طعامه النهارية في الساعة الرابعة عصرا في يوم من الأيام إنها حالة استثنائية شعر بجوع شديد في الساعة الواحدة على خلاف المعتاد فماذا يقول أشعر كأنني جائع اليوم هو يشعر بجوع شديد لكنه يعبر هذا التعبير كأني جائع اليوم هو جائع بالفعل وجوعه شديد لكنه يعبر بهذه الطريقة كأني جائع اليوم لماذا لأنها حالة استثنائية هم يعرفون رائحة رسول الله والنبي دائما يأتي إلى بيتهم لكن الواقعة اليوم استثنائية لم يكن رسول الله في مثل هذا الوقت من كل يوم يأتي إلى بيت فاطمة ويأتي كي يتمدد على الأرض ويغطى بكساء يماني ما هم يشاهدون هذا بأم أعينهم فحينما يقولون كأننا نشم رائحة رسول الله لأنهم معتادوا في مثل هذا الوقت يشمون رائحة رسول الله وإلا هم يعرفون رائحة النبي صلى الله عليه وآله وهم متأكدون بنحو قطعي أن الرائحة رائحة رسول الله هذا التعبير جاء في سورة القصص في قصة قارون حينما خسف به في الآية الحادية والثمانين بعد البسملة من سورة القصص فخسفنا به بقارون وبداره الأرض هذه حادثة استثنائية وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي وي للتعجب وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ويقدر يكون التقدير ضيقا ليس واسعا ليس مبسوطا هذه القضية يعرفونها لأن الذين تمنوا مكان قارون كانوا من المؤمنين من أتباع موسى وكانوا يعرفون هذه الحقيقة لكن الحالة التي وقعت كانت حالة استثنائية بالنسبة لما جرى على قارون وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أنمن الله علينا لخسف بنا وي كأن ه لا يفلح الكافرون ما هم يعلمون من أن الكافرين لا يفلحون لكنهم يتحدثون عن حالة استثنائية قد طرأت فهذا التعبير في كلام العربي يشير إلى حالة استثنائية وما جرى في بيت فاطمة تحت الكساء اليماني الفاطمي كان حالة استثنائية المناسبة كانت استثنائية فهذه التعابير في حديث الكساء تشير إلى هذه الجهة جميلة هي العربية جميلة جدا وأسرارها دقيقة وأدبها حلو تلك هي بلاغة علي وآل علي وذلك هو أدب محمد وآل محمد إنه صلى الله عليه وآله هو الذي يقول أنا أفصح من نطق بالضاد هذا الكلام ينطبق عليه وعلى علي وفاطمة والحسن والحسين وعلى أبناء الحسين من السجاد إلى القائم إنهم الأفصح والأبلغ والأدق والأصدق وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي للتعجب وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أنمن الله علينا لخسف بنا وي وي كأنه وي كأنه لا يفلح الكافرون أعتقد أن المعنى صار واضحا وبين أذهب إلى السؤال الذي يليه كيف يمكننا كيف يمكننا تحديد الروايات المحكمة من الروايات المتشابهة في حديث أهل البيت صلوات الله عليه يمكنني أن أجيب السائل بإجابة نمطية أن أعرف المحكمة بالتعريف النمطي وكذلك أقوم بتعريف المتشابه بالتعريف النمطي لكنني لا أستعمل هذه الطريقة لأنها ما هي بطريقة حكيمة أقول بالمجمل الروايات المحكمة هي التي تتسم بالإحكام والمراد بالإحكام البلاغة الواضحة والفصاحة البينة إنها تشتمل على المضامين التي تأتي منسجمة مع معارض كلامهم الروايات المتشابهة هي التي تضاد في أوصافها هذا المعنى لكنني لا أعتقد أنني قد وضحت المعنى بنحو بين من الآخر الروايات المحكمة هي هي الروايات التي نقول عنها من أنها أمهات الأبواب تحدثت عن هذا بنحو يسير حينما كنت أحدثكم في الحلقات المتقدمة عن أحاديث زرارة فإن أكثر أحاديثه من هذا النوع من الأحاديث التي نصفها بأنها من أمهات الأبواب الأحاديث التي من هذا النوع هي أحاديث محكمة أحاديث أمهات الأبواب الأحاديث التي تشخص لنا أصول الحكمة اليمانية وهذا مصطلح نبوي الحكمة اليمانية مصطلح نبوي إنها حكمة محمد وآل محمد صلوات الله عليه الأحاديث التي تشخص أصول الحكمة اليمانية إنها أحاديث محكمة الأحاديث التفسيرية التي تكشف لنا حقائق تفسير القرآن وحقائق تأويله هي أحاديث محكمة بامتياز أمهات الزيارات وأمهات الأدعية يمكنني أن أصف كل الزيارات وكل الأدعية بالإحكام لكن هناك أمهات الزيارات وأمهات الأدعية هذه هي الزيارات التي تكون شديدة الإحكام وكذلك حال الأدعية التي وصفتها بأمهات الأدعية هذا يتبين ليس من خلال تعريف نأخذه ونطبقه بنحو هندسي هذا الأمر يحتاج إلى خبرة طويلة ولذا فإن الأئمة صلوات الله عليهم يجعلون معرفة المحكم والمتشابه من القرآن من خواص المعصومين ونحن نتعلم منهم ومن خلال معرفتنا بالمحكم والمتشابه من الكتاب الكريم نتعرف كذلك على المحكم والمتشابه من حديثهم عبر المعايشة الطويلة وعبر البحث الطويل القضية لا تقف عند تعريف وجيز يتعلمه الإنسان ويبدأ بتطبيقه على النصوص سوف لن يصيب ولن يصل إلى الحقيقة المحكم والمتشابه في القرآن أمر عويص جدا خاص بالمعصومين ونحن نتعلم ذلك منهم الأمر هو هو في أحاديثهم إذا أردنا أن نميز الأحاديث المحكمة من الأحاديث المتشابهة فإننا بحاجة إلى معايشة طويلة مع هذه الأحاديث مثل ما يجب علينا أن نعود إلى المعصومين في معرفة المحكم والمتشابه من القرآن علينا أن نعود إلى قواعد التفهيم إلى معارض كلامهم لتمييز المحكم من المتشابه من حديثهم هذه مسألة تحتاج إلى تجربة طويلة ومعايشة طويلة مع معارف العترة وتحقيق دقيق في تلك المضام السؤال الذي يأتي بعد هذا السؤال كيف يمكننا أن نتعلم اللغة العربية بعيدا عن تعقيدات النحات وكيف لنا أن نجد الجانب الحي من اللغة العربية هناك جانب جامد في اللغة العربية وهو جانب ضروري النحو والصرف لا أريد أن أتحدث عن النحو والصرف هنا هذا موضوع لا أريد أن أليج فيه وأنا أجيب على هذا السؤال لأن السائل يسأل عن الجانب الحي من اللغة العربية الجانب الحي من اللغة العربية أدبها الأدب العربي وهذا نستطيع أن نتلمسه في الشعر العربي الشعر العربي وأتحدث عن الشعراء المفلقين عن الذين امتازوا باستعمالهم للكلمات الفخمة وللتعابير الراقية أتحدث عن أمثال الجواهر مصطفى جمال الدين إنه الشاعر العراقي المعروف أحمد شوقي إنه أمير الشعراء كما يعرف نزار قباني محمود درويش هؤلاء الذين امتازوا باستعمال الكلمات الفخمة والتعابير الراقية واخترت نماذج متنوعة كل كل واحد من هؤلاء يمثل اتجاها أدبيا معينا هؤلاء ومن يماثلهم في الدرجة نفسها من الشعراء المفلقين الذين عرفوا باستعمال الكلمات الفخمة والتعابير الراقية وأضيف إليهم الشعراء العقائديين الذين نظموا في عقيدة العترة الطاهرة من أمثال الكوميت ودعبل والحميري والذين في هذا المستوى من الشعراء الماضين ومن أمثال حيدر الحلي وجعفر الحلي ومن هو في مستوى هذين الشاعرين من المعاصرين أو من الذين توفوا في العقود القريبة الماضية الشعر يفتح الباب أمام المتعلم المتعلم كي يتلمس الجانب الحي من اللغة العربية الأساليب الأدبية التي تميزت ب أنها كتبت بأقلام سيالة هناك أقلام جامدة وهناك أقلام سيالة من من الذين كتبوا بأسلوب الأقلام السيالة لا أتحدث عن مضامين كتبهم طاه حسين إنه الأديب المصري المعروف العقات أديب مصري آخر جورج جرداق جبران خليل جبران واخترت نماذج مختلفة كل واحد يمثل اتجاها معينا لأننا في أجوائنا الشيعية لا نجد كتابا يملكون قلما سيالا من الكتاب المعاصرين كاتب مصري محمد حسنين هيكل بغض النظر عن مضامين ما كتب إنني أتحدث عن أسلوب الكتاب هؤلاء الذين ذكرتهم يملكون قلما سيالا ربما من علماء الشيعة ممن يملكون قلما سيالا عبدالحسين شرف الدين محمد حسين كاشف الغطاء لكن في أسلوبهما تكلف هناك تكلف واضح يكاد أن يقترب من التقعر في بعض الأحيان أما مراجع النجف فإنهم لا يملكون قلما سيالا في الكتابة أتحدث عن المراجع الطوسيين في حوزة النجف وكربلا أقلامهم في أحسن أحوالها جامدة محمد باقر الصدر أسلوبه جميل لكنه جامد يفتقر إلى الحلاوة الأدبية والطلاوة البلاغية صاحب الغدير عبد الحسين الأميني يمتلك أسلوبا جذابا لكنه لا يخلو من العجمة هناك عجمة واضحة في طوايا تعابيره أنا لا أريد أن أتحدث عن الجميع الجانب الحي في اللغة العربية هو الجانب الأدبي في الشعر وفي النثر من جهة أساليب الكتابة معايشة هذه المضامين لأجل أن يصل الإنسان إلى أسلوب يقتنع به إن كان على مستوى الحديث أو كان على مستوى الكتابة كل هذا يكون مقدمة وإلا فإن ما جاء في الأدعية والزيارات وفي خطب أمير المؤمنين وفي أحاديث المعارف في ثقافة العترة الطاهرة هو الذي يعلمنا الجانب الحي للغة العربية لكنني أشرت إلى هذه الأسماء وإلى هذه الجهات كي تكون مقدمة كي تكون مقدمة فنحن بحاجة إلى إيجاد أسلوب يمازج ما بين البلاغة القديمة وما بين الأساليب المعاصرة إن كان ذلك على مستوى الحديث أو كان ذلك على مستوى الكتابة إجابة إجمالية موجزة أتمنى أن تكون وافية في توضيحها للمطلب سؤال آخر مع كل بداية شهر هجري يحصل اختلاف في تحديد بداية الشهر في واقعنا الشيعي نفسه بل حتى داخل الواقع الذي ندعي ونحاول أن نجعله زهرائيا والسؤال هنا كيف نتعامل مع رؤية الهلال مع وجود التلوث والغيوم في بعض الأحيان مع وضع وضع رواية انتفاخ الأهل انتفاخ الأهل جاء مذكورا في بعض رواياتنا من أن هلال ليلة لكنه يبدو كأنه هلال ليلتين وهكذا هذا هو المراد من انتفاخ الأهل كيف نتعامل مع رؤية الهلال مع وجود التلوث والغيوم في بعض الأحيان مع وضع رواية انتفاخ الأهل بنظر الاعتبار فبعض الأخوة يرونه كبيرا ومطوقا فهو هلال عدة ليال فبعض الأخوة يرونه كبيرا ومطوقا في حين أن أحدهم في مدينة أخرى لا يراه كذلك هذا السؤال أجبت عنه كثيرا وسأجيب هنا أيضا الواضح في أحاديث العترة الطاهرة علينا أن نعتمد الرؤية الحسية المباشرة بالعين المجرد ففي التاسع والعشرين من كل شهر علينا أن نستهل أن تقوم جهة بالاستهلال وأن تكون الرؤية حسية مباشرة وبالعين المجرد فإذا ما رؤية الهلال في اليوم التاسع والعشرين في وقت رؤية الهلال عند غروب الشمس إذا ما رؤية الهلال في مثل هذا الوقت فإن الشهر القمرية قد بدأ من يوم غد إذا لم نتمكن من الرؤية إما لأن الهلال لم يكن موجودا أو أن أسبابا أخرى كالغيوم والتلوث حالت فيما بيننا وبين الرؤية الحسية المباشرة بالعين المجرد فإن يوم غد سيكون الثلاثين وما بعد الثلاثين يبدأ الشهر القمري الجديد إذا اتضح بعد يوم أو يومين من أن الهلال قد رؤية بحسب المواصفات الشرعية في مكان آخر فإننا سنبدأ حسابنا بحسب تلك الرؤية وإذا كان اليوم الذي جعلناه يوم الثلاثين للشهر الماضي كان بداية لشهر رمضان يجب علينا قضاء يوم واحد وليس هناك من مشكلة أخرى هكذا هو الذي نجده في أحاديث العترة نرى الهلال بالعين المجردة إذا رأينا بدأ الشهر ما رأينا الهلال لأنه لم يكن موجودة أو بسبب الغيوم أو بسبب التلوث فإننا نعد يوم غد يوم الثلاثين اتضح الأمر بعد ذلك من أن الهلال قد رؤي في مكان آخر نصحح حسابنا هذا هو الشيء اليقيني بقية اللغط لا معنى له السؤال الآخر هل رؤية شخص نعرفه للهلال بدولة أوروبية مثلا يعتبر حجة علينا أسائل من الناصرية من العراق لا يوجد فارق بين دولة أوروبية أو دولة أمريكية أو دولة أفريقية الأرض هي الأرض المشكلة هل أن الإخبار هذا ينتج علما أو لا إذا كان الإخبار هذا ينتج علما يجب علينا أن نرتب عليه أثرا من مراد من أن الإخبار ينتج علما أن يكون هذا الشخص على خبرة ولو بنحو محدود على خبرة بالمعلومات الفلكية للرصد والاستهلال وأن يكون على خبرة بالمعلومات الشرعية المرتبطة بالموضوع إذن لا بد له من معلومات ولو بنحو محدود كي يكون استهلاله صحيحا كي يعرف وقت الاستهلال كي يعرف مكان الاستهلال كي يعرف طريقة الاستهلال كي يعرف أحكام الاستهلال فلا بد أن يكون هذا الذي رأى الهلال على معرفة ولو بنحو محدود ببعض المعلومات الفلكية وببعض المعلومات الشرعية التي ترتبط برؤية الهلال هذا أولا وثانيا أن تكون قدرته البصرية تمكنه من ذلك لا أن يكون مصابا بمرض في جهازه البصري بضعف في جهازه البصري أن تكون قدرته البصرية تمكنه من ذلك نثق بقدرته البصرية هذا ثانيا وثالثا أن يكون موثوقا أن يكون إنسانا متدينا موثوقا يثق بكلامه إذا اجتمعت هذه الأمور ونحن مطمئنون لكلامه وكلامه يسبب العلم لنا نستطيع أن نعتمد عليه حتى لو كان شخصا واحدا إذا ما توفرت فيه هذه الشروط وهذه المعطيات وأن يشرح لنا كيف تمت الرؤية وفي أي مكان وفي أي ساعة نعتمد عليه يمكننا أن نعتمد عليه لأن المعطيات هذه إذا مجتمعت فإنها ستنتج لنا علما حينما يخبرنا بهذا الخبر لكن الأمر يحتاج إلى تدقيق وإلى أن نتأكد من الموضوع بأنفسنا القضية ليست متعلقة بمكان دون مكان في أي مكان من الأرض لأن شهر الأرض يبدأ بوقت واحد وينتهي بوقت واحد أما هذا اللغط وهذا الإختلاف وما يقوله هذا المرجع وذاك المرجع هذه دوامة شيطانية ابتدأت منذ زمان سقيفة بني ساعدة لعنة الله عليها منذ ذلك الوقت هذه الدوامة الشيطانية ابتدأت منذ ذلك الوقت نذهب إلى فاصل الرسالة من استراليا والسؤال عن المجالس الحسينية التي يقرأ فيها مقتل الحسين السؤال يقول من أنني في برامج قد قلت من أن قصة المقتل التي يقرأها على سبيل المثال عبد الزهر الكعبي وغيره في الأعمل أغلب أخذت من كتب النواصب وهذه حقيقة هذه حقيقة السائل يقول الحضور في مثل هذه المجالس هل فيه إشكال قطعا لا إشكال في ذلك فهذه المعلومات التي نقلها المؤرخون قد لا تكون دقيقة لكنها في خطوطها الإجمالية صحيحة ونحن ما عندنا نص كامل لمقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه وردنا عن أئمتنا هذا لا يعني أنهم لم يبينوا لنا الحقائق الأئمة قالوا وقالوا لكن الكثير مما قالوه لم يصل إلينا وصلنا كثير من كلامه ولم يصلنا أيضا كثير من كلامه على أي حال ما بأيدينا من قصة مقتل الحسين جزء كبير منها مأخوذ من كتب التأريخ من تأريخ الطبري مثلا وغير بعض التفاصيل ليست دقيقة فما عندنا في الروايات أو في الزيارات التي تحدثت عن مقتل الحسين صلوات الله عليه يوجد ما يخالف ما ذكره المؤرخون لكنني لا أريد أن أخوض في التفاصيل الصغيرة والدقيقة هنا الأجوبة إجمالية مثل هذه المطالب تحدثت عنها في طوايا برامج المختلفة بالإجمال فإنه لا إشكال في الحضور في مثل هذه المجالس ولا إشكال في إحياء مثل هذه المجالس وإن كانت المعلومات في قصة المقتل قد أخذت من كتب المخالفين لأن واقعة كربلاء كانت مشهورة ومعروفة لدى الجميع المؤرخون حذفوا بعض المطالب حرفوا بعض المطالب ما هو التحريف موجود في كل مكان في كل الكتب لكن بالجملة فما يقرأ في قصة المقتل المقتل بالجملة هو صحيح قطعا هناك تحريف في بعض الأماكن هناك حذف هناك وهناك لكن بالجملة هو صحيح ولذا لا إشكال في قراءة هذه القصة كالتي يقرأها عبد الزهر الكعبي ولا إشكال في إقامة المجالس التي تقرأ فيها هذه القصة ولا إشكال في حضورها وإحيائها الرسالة أيضا من استراليا من الأخت الفاضلة أم فاطمة السؤال الأول سنتين من بداية تكليفي لم أصلها قضيت منها قسما ولحد الآن ما أكملتها هل علي الاستمرار بقضائها أم أتوقف بما أنني كنت على الدين الطوسي ثم أصبحت على دين العترة الطاهرة صلوات الله عليها الدين الطوسي هو المذهب الطوسي والمذهب الطوسي الذي هو مذهب مراجع النجف وكربلاء مذهب عباسي كسائر المذهب العباسية الأخرى المذهب الطوسي حاله حال المذهب الحنفي حاله حال المذهب الشافعي وفي الحقيقة فإن المذهب الطوسي الذي هو مذهب حوزة النجف وكربلاء هو فرع من فروع المذهب الشافعي ولذا إذا كان الأمر واضحا لديك من أنك كنت فعلا على المذهب الطوسي وبعد ذلك اهتديت إلى دين العترة الطاهرة لا يجب عليك القضاء لا يجب عليك القضاء وهذا هو منطق أحاديث العترة الطاهرة لأن المذهب الطوسي مذهب مناقض لبيعة الغدير وإن كان مراجع النجف يلقلقون بألسنتهم من أنهم على بيعة الغدير لكن منهج الحوزة ومنهج المرجعية من أوله إلى آخره ومن ظاهره إلى باطنه يتناقض بدرجة مئة بالمئة مع بيعة الغدير في مضامينها وحقائقها ومواثيقها وقد أثبت هذا بالحقائق والوثائق والأدلة والشواهد في مئات ومئات من الساعات هي موجودة على الشبكة العنكبوتية وتعرض دائماً على هذه الشاشة في ليلها ونهارها السؤال الثاني ما هو تكليف النساء عند ظهور اليماني هل من الواجب الرحيل إليه حيث هو كما هو تكليف الرجال ليس ضرورياً أن تكليف الرجال الرحيل إليه هذا الأمر يتبين عند ظهور اليماني وهو الذي سيشخص التكليف للرجال وللنساء لا يوجد فارق بين الرجال والنساء في التكليف هذا أمر راجع إلى اليماني هو الذي يشخص التكليف للرجال وللنساء وقت ظهوره وفي الوقت الذي يعرفه الجميع بأنه هو هذا اليماني أما الكلام الآن سيكون كلاماً ليس دقيقاً السؤال الثالث هل يجزي غسل الجمعة عن الوضوء إذا كان بالشرائط الصحيحة نعم غسل الجمعة إذا كان في وقته وبالشرائط الشرعية وكما يفترض أن يكون فإن غسل الجمعة يجزي عن الوضوء ولا حاجة للوضوء ومتى يكون غسل الجمعة قضاءً في حال تأخره عن وقته المحدد له غسل الجمعة تشريعاً يبدأ من بعد طلوع الفجر إلى ما قبل الزوال إلى الثانية التي تسبق الزوال يستطيع الإنسان أن يغتسل غسل الجمعة رجلاً كان أم امرأة من بعد طلوع الفجر في يوم الجمعة لكن الوقت المثالي والوقت الأفضل لغسل الجمعة إنما يكون قبل الزوال بساعة تحديد بساعة على نحو التقريب لم يرد هذا التحديد في الروايات الشريفة الذي ورد في الروايات الشريفة أن يكون الزوال الزوال في وقت قريب من وقت الزوال آخر وقت غسل الجمعة إنها الثانية التي تسبق وقت الزوال فحينما يحين الزوال يصبح غسل الجمعة إذا ما جاء به الإنسان يصبح قضاء فوقت القضاء يبدأ من وقت الزوال إذا ما حل الزوال في يوم الجمعة بدأ وقت القضاء بالنسبة لغسل الجمعة وبإمكانه أن يغتسل فيما بقي من يوم الجمعة أو في يوم السبت وهكذا يصبح قضاء الرسالة من هولندا ومن العزيزة سكينة السؤال الأول ماذا أفعل وكيف أطلب من إمام زماني صلوات الله وسلامه عليه حتى يجعلني من الذين اكتسبوا أعلى وأرفع الدرجات ماذا أفعل طلب المعرفة طلب المعرفة هو الذي يعلي شأن إيمان الإنسان وهو الذي يقرب الإنسان إلى إمام زمانه طلب المعرفة إنها معرفة ثقافة العترة الطاهرة عليك ببرامج قناة القمر إلا إذا وجدت نافذة أخرى تبين لك ثقافة العترة الطاهرة بنحو يكون أفضل مما يبين على هذه الشاشة ماذا أفعل طلب المعرفة وكيف أطلب من الإمام أفضل صيغة تخاطبين إمام زمانك وتناجينه إنها زيارة آل ياسين في مفاتيح الجنان الزيارة ودعاؤها دعاؤها من أهم الأدعية التي تتناول المضمون الذي تتحدثين عنه في سؤالك السؤال الثاني من الرسالة نفسها كيف نفرح ونقول في الأعياد أسعد الله أيامكم وفي هذه الأيام في الأيام كلها مرادها يتجدد حزن أهل البيت عليهم السلام هم الذين قالوا لنا وحدثونا من أن شيعتهم خلقوا من فاضل طينته يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا فهناك فرح وهناك حزن والأمور رمزية قد نظهر الفرح والحزن يخيم على القلوب هذه أمور رمزية حينما يأتي يوم مولد رسول الله ليس مناسبا أن لا نظهر الفرح حينما يأتي اليوم التاسع من ربيع الأول فرحة الزهراء ليس مناسبا أن لا نظهر الفرح حينما يأتي اليوم الذي ولد فيه إمام زماننا النصف من شعبان ليس مناسبا أن لا نظهر الفرح وحينما تأتي أيام محرم وأيام صفر ليس مناسبا أن لا نظهر الحزن في مثل هذه الأيام شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا حينما نلبس السوادة أمر رمزي في أيام الأحزان وحينما نلبس البياضة في أيام الفرح أمر رمزي هذه أمور رمزية أمور شعائرية النية التي يجب أن تكون قلوبنا عليها أن نكون مع إمام زماننا ونحن نظهر الفرح ونظهر الحزن في سياق إحياء أمرهم صلوات الله عليه السؤال الثالث إذا ما وفقني الله بأن أدرك زمان الظهور كيف أدافع عن إمام زماني وأحارب وأنا امرأة خدمة الإمام يحددها الزمان والمكان والظروف الموضوعية التي تحيط بنا والإمكانات المتوفرة والموانع هذا أمر لا نستطيع أن نشخصه الآن حينما تبدأ علائم اليمان يتشخص الأمر شيئا فشيئا وحينما يظهر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فإن التكليف سيكون واضحا وواضحا جدا وليس مطلوبا من النساء أو من الرجال أن يحاربوا على أي حال فهناك من النساء التي قد يشتركن في المعركة وهناك من الرجال الذين يكون تكليفهم خارج المعركة القضية ليست حربا هناك خدمة لإمام زماننا قد تكون مشاركة في حرب وقد لا تكون هذا أمر يترك لزمانه المطلوب منا أن تكون النية عندنا في زمان الغيبة على الخدمة وفي زمان الظهور على التسليم على التسليم والانقياد الكامل لما يريده إمام زماننا منا هل نبقى في بيوتنا هل نبقى في بلداننا هل نسافر إليه هل نشارك في حروب هل نعمل عملا آخر هذا أمر موكون لزمانه ومكانه وخصوصياته الرسالة عراقية وسائل وسائل يقول فرد ولد في بقعة جغرافية معينة لا ينتشر فيها الفكر أو المذهب الشيعي نحن ما عندنا مذهب عندنا دين شيعي هناك مذهب طوسي هذا مذهب مراجع النجف وكربلة إنه مذهب عباسي لعين لكنني سأحمل المذهب على المعنى اللغوي وليس على المعنى الإصطلاحي على المعنى اللغوي هناك مذهب شيعي اتجاه طريق فرد ولد في بقعة جغرافية معينة لا ينتشر فيها الفكر أو المذهب الشيعي أراد الوصول إليه عبر القرآن أولا فتبين أن القرآن حمال أوجه ولا يمكن تفسيره إلا بوجود إمام معصوم كما تبين غياب الإمام المعصوم الوحيد القادر على تبيين آيات الله فكانت الأحاديث والروايات يمكن إيجاد أحاديث الأئمة فيها وتفاسيرهم للآيات وبما أن كتب ومراجع الشيعة أكثر مما يمكن عده فيحصل اختلاف بين الروايات سواء من تأويلها أو صحتها فيحصل اختلاف بين الروايات سواء من تأويلها أو صحتها أو بطلانها أو حتى أجزاء منها ما العمل عندئذ قد يقال إن المعصوم قال ارجع إلى الأعدل الأعلم الأكثر رواية لحديثنا والأكثر إيمانا المشكلة الجواب هنا نسبي يختلف من شخص لآخر حسب القناعة العقلية لكل فرد فلا يعقل أن يتوصل كل من يقرأ ويبحث إلى نفس الشخص أو نفس المرجع وقد تكون لكل فئة وجهة نظرها للشخص والأيديولوجية المعينة وإذا كان الجواب فهو مبرئ الذمة فمن غير العادل أو المبرر أن يظهر الإمام المهدي الأخير وهو يقطع الرؤوس ومن قال لك من أنه سيفعل ذلك الإمام يقطع الرؤوس التي لو بقيت لسببت الضلال للناس باب التوبة مفتوح الإمام يأتي كي يقيم الحجج على الناس يظهر المعاجز لهم الإمام يشفي أمراضهم البدنية الإمام يقيم العدل فيهم الإمام 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 يجفف منابع المعصية الإمام يأتي رحمة ولا يأتي عذابا ونقمة يكون عذابا ونقمة لهذه الرؤوس القذرة إنهم كذابوا الشيعة الإمام لن يفتك بالمسيحيين إلا الذين سيحاربونه وليفتك باليهود إلا الذين سيحاربونه وليفتك بالسنة إلا الذين سيحاربونه ولن يفتك بالشيعة إلا الذين سيحاربونه إلا الرؤوس القذرة الروايات هكذا تقول من أن الإمام أول ما يبدأ يبدأ بكذابي الشيعة من هم كذابوا الشيعة هل هم عمال معامل النسيج مثلاً أم هم عمال سكك الحديد أم هم الذين يعملون في القطاع الصحي مثلاً كذابوا الشيعة هم مراجع الدين رجال الدين كذابوا الشيعة هم القادة السياسيون الدينيون هؤلاء هم كذابوا الشيعة الذين ستقطع رؤوسه وهؤلاء الكثير من الشيعة في وقتنا الحاضر حاقدون عليه لأنهم يعرفون حقائقهم كثير من الشيعة مخدوعون بهم كثير من الشيعة مصالحهم معهم هذا هو واقع الحياة لكن الإمام لن يأتي كي يكون جزاراً كي يكون قاطعاً للرؤوس الإمام رحمة نحن هكذا نخاطبه أين باب الله الذي منه يؤتى هذا هو باب الله وماذا يأتي من باب الله الذي يأتي من باب الله كما عودنا الله تأتي رحمته رحمته هي التي تأتي ماذا نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي إنه الدعاء المروي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه الدعاء الدعاء يناجي فيه الداعي ربه سيدي سيدي أنا الصغير الذي ربيته وأنا الجاهل الذي علمته وأنا الضال الذي هديته وأنا الوضيع الذي رفعته وأنا الخائف الذي آمنته والجائع الذي أشبعته والعطشان الذي أرويته والعار الذي كسوته والفقير الذي أغنيته والضعيف الذي قويته والذليل الذي أعززته والسقيم الذي شفيته والسائل الذي أعطيته والمذنب الذي سترته والخاطئ الذي أقلته وأنا القليل الذي كثرته والمستضعف الذي نصرته وأنا الطريد الذي أهويته الله يفعل بنا كل هذا ويفعل بنا أكثر من هذا وأخلاق إمامنا هي أخلاق ربنا إمامنا هو وجه الله هكذا نخاطبه في دعاء الندبة الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء يستمر الدعاء أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملاء أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء حين أخلو مع نفسي ولا يراني أحد ولم أراقبك في الملاء وحين أكون بين الناس إني أراقبهم ولا أراقبك أنا صاحب الدواهي العظمى أنا الذي على سيده اشترى أنا الذي عصيت جبار السماء أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا هو الذي يعطيني هو الذي يعطيني مر علينا والفقير الذي أغنيت وأنا الفقير الذي أغنيت هو الذي يعطيني فأأخذ عطاءه كي أدفع الرشاوة لأجل أن أرتكب المعاصي هذا هو الذي يجري في حياتنا أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا الرشا جمع لرشوة أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى إمام زماننا يقطع رؤوس الضلال التي لو بقيت فإنها ستدمر المجتمع مثل ما تدمره اليوم أنت عراقي من الذي دمر واقع العراق بنحو عام والواقع الشيعية بنحو خاص مراجع النجف مرجعية السيستاني والأحزاب القطبية القذرة في المنطقة الخضراء هؤلاء هم الذين دمروا العراق عموما ودمروا الواقع الشيعية خصوصا هل حقائق موجودة على الأرض إمام زماننا إذا ما خرج يذبح هؤلاء إن أدركوا عصر الظهور أو أمثالهم الذين سيأتون في الأجيال القادمة هؤلاء هم الذين سيذبحون أنت تتساءل وتقول ما هو الحل الحل بينه إمامنا الصادق في رواية التقليد هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري والطبعة طبعة ذوي القربة الطبعة الأولى قموا المقدسة في الصفحة الرابعة والسبعين بعد المائتين من الرواية الطويلة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه لا جرم لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر إنه المرجع الشيعي الأعلى في أي زمان كان لا أتحدث عن زمان بعينه لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر المرجع الشيعي الطوسي النجفي الأعلى ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب وليس بالضرورة أن يرجع الجميع إلى شخص واحد الأئمة ما قالوا من أنه يجب على الناس أن يرجع إلى شخص واحد حينما تحدثوا عن الفقهاء تحدثوا عن مجموع فأما من كان من الفقهاء وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا رواة جمع فليس هناك من شرط أو من ضرورة أن يرجع الجميع إلى شخص واحد مذاق القرآن ومذاق حديث العترة فإن الإرجاع يكون إلى مجموعة من الفقهاء إلى مجموعة من رواة الحديد قد يرجع الجميع إلى شخص واحد إذا تعين هذا الشخص الواحد بالنسبة له صار معينا عنده لكن هذا ما هو بشرط القرآن كذلك إذا ما ذهبنا إلى سورة التوبة وإلى الآية الثانية والعشرين بعد المئة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون مجموعة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة مجموعة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم الإنذار من مجموعة ولينذر قومه إذا رجعوا إليهم ولم يكن الكلام عن فقيه واحد عن راوية حديث واحد وإذا ما وقع اختلاف هناك بعض الموارد الاختلاف موجود من قبل الأئمة في تلك الموارد لأن الأئمة وضع لكثير من الوقائع أحكاما متعددة فيمكن لهذا الراوية أن يختار هذه الرواية ويمكن لراوية الحديث الثاني أن يختار رواية ثانية لأن الأئمة أساسا وضعوا للواقعة الواحدة العديد من الأحكام هذا هو الذي ترفضه الحوزة الطوسية اللعينة بسبب غبائها ويذهبون هم ينشئون فتاوى مختلفة يرفضون الحلول المتعددة الواردة من الأئمة وهم يصنعون حلولا متعددة ويقولون لشيعة اعملوا بها فهذا المرجع عنده حل وذلك المرجع عنده حل والمرجع الأول ليس متأكدا من الحل الذي طرحه والمرجع الثاني كذلك ويتركون الأحاديث التي هي حلول متعددة تضع الفقيه في حالة اختيار وتضع الشيعية أيضا في حالة اختيار في بعض الحالات الفقيه هو الذي يختار وفي بعض الحالات الفقيه يقول للشيعي هذه خيارات عديدة أن تختار واحدا منها وعمل هذا هو فقه العترة وهذا هو الذي سأبينه لكم في برنامج الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة التي ترفض الرسائل العملية الطوسية القذرة المناقضة لمنهج العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل الرسالة من بغداد من الأخ العزيز الفاضل أبو لواء من المعلومة أن المصحف رغم التحريف الذي جرى عليه من المعلومة أن المصحف رغم التحريف الذي جرى عليه أمرنا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن نقرأه كما يقرأه الناس فهل هذا الحكم مطلق بمعنى هل يجوز لنا أن نقرأه بدون تحريف إذا كنا في بيوتنا أو فيما بيننا وبين أنفسنا أم أن المطلق يجري على إطلاقه سواء كنا في حال تقية أو غير تقية التلاوة في المصحف أكنا في حالة تقية أم كنا في حالة لا تقية فيها أكنا في الخلاء أو في الملاء بين الناس أو فيما بيننا وبين أنفسنا فإننا نقرأ المصحف بحسب قراءة المصحف وقراءة المصحف عندنا هي قراءة حفص الكذاب وبالمناسبة يا أبا فإن قراءة حفص هي من أكثر القراءات الناصبية نصبا وعداء للعترة الطاهرة نحن نقرأ بهذه القراءة هكذا أمرونا حتى يظهر إمام زماننا أما التفسير فإننا نفسر القرآن بحسب قراءة العترة الطاهرة نقرأ القرآن بحسب قراءة قراءة حفص هذا القارئ الكذاب بقراءته التي هي قراءة ناصبية ومن أكثر القراءات نصبا وعداء للعترة الطاهرة وكذابون هؤلاء الذين يقولون من أن قراءة حفص هي قراءة علي بن أبي طالب قراءة علي بن أبي طالب هي القراءة التي وردت في أحاديث العترة الطاهرة وفي ضوئها نفسر القرآن حينما أفسر الآيات في برامجي إنني أفسر الآيات بحسب قراءة العترة الطاهرة لا بحسب قراءة حفص لكنني أقرأ بحسب قراءة حفص هكذا علمونا وهكذا أمرونا حتى يأتينا من يعلمنا قرآنه الحقيقية الأصيلة إنه قرآن محمد وآل محمد رواياتنا صريحة في هذا المطلب الرسالة الرسالة من ستوك هول من الأخ العزيز أبو علي يقول في برنامج دليل المسافر ذكرت أنا ذكرت قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه رحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين وقلت بعد ذلك أنا القائل في برنامجي باطن هذه الرواية من المحسن إلى الحسين هو يسأل توضيحا لما قلته من أن باطن هذه الرواية من المحسن إلى الحسين برنامج دليل المسافر حديث عن سفرنا فنحن في آخر حياتنا سنسافر سفرا طويلا حينما نودع هذه الدنيا أمامنا سفر طويل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول في كلماته التي يُعَلِّمُّنَا إِيَّاهَا آهن 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 من بعد السفر آهن آهن هذا هو السفر الذي كنت أتحدث عن في برنامج دليل المسافر وصلنا إلى فاصل الأذان النجفي نذهب إلى هذا الفاصل وبعد الفاصل أعود إليكم حياكم الله قبل الفاصل كنت أريد أن أجيب على السؤال الذي وردني من السويد من ستوكهول من الأخ العزيز أبو علي بخصوص ما كنت قد ذكرته في برنامج دليل المسافر إنه السفر إلى الآخرة وذكرته حديثا مرويا عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه رحم الله امرئا عرف من آن وإلى آن وأشرت إلى أن لباب هذا المعنى يقودنا إلى هذه الحقيقة من أننا من المحسن إلى الحسين هذا الكلام قصدت به من أن بدايتنا نحن الذين ندعي أننا مهدويون وندعي أننا منتظرون وندعي أننا ممهدون وندعي وندعي بدايتنا الحقيقية حينما بدأ تنفيذ مشروع القربان وقد بدأ تنفيذ مشروع القربان حينما قتلوا الزهراء وحينما قتلوا محسنها وهذا المشروع بلغ ذروته حينما قطعوا رأس الحسين بدايتنا من هنا ونهايتنا هنا لأن جوهر المشروع المهدوي قد تمت صياغته ما بين مجزرة المحسن ومجزرة الحسين وكانت عاشوراء المحرك العملاق للمشروع المهدوي ولازال زيت الوقود يتفجر من رمال الطف من رمال كربلاء من بين الحرمين من عندي حسين صلوات الله وسلامه عليه زيت الوقود الذي يشغل كل محركات المشروع المهدوي الأعظم يأتينا من كربلاء ماركته حسينية هذا هو الذي قصته من المحسن إلى الحسين من هنا بدايتنا وهنا نهايتنا فنحن المهدويون علينا أن نعرف من أين وإلى أين من المحسن إلى الحسين صلوات الله وسلامه على حسين وآل حسين وصلوات على المحسن الشهيد الرسالة من الأخ العزيز عبد الفتاح تحياتي وسلامي يا عبد الفتاح لك ولكل الأخوة في الصحراء الكبرى في شمال أفريقيا عبد الفتاح يقول أريد أن أطرح سؤالا عن يوم عيد المولد النبوي الشريف وعن كيفية التعريخ بالضبط رغم أن البعض يقول لا توجد تواريخ تضبط ذلك كالتواريخ الموجودة في عصرنا وهذا كلام صحيح المولد النبوي المشهور عند السنة إنه اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول هناك من يخالف من أهل السنة في هذا التعريخ ويقولون من أن النبي قد ولد في شهر رمضان لكن المشهورة والمعروفة في الأوساط السنية فإن مولد النبي صلى الله عليه وآله في الثاني عشر من شهر ربيع الأول أما في أوساطنا الشيعية فإن المعروفة عندنا أن مولد النبي هو في اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول هذا هو المعروف في الأوساط الشيعية هناك من يقول كما يقول السنيون الكلين في الكافي ثبت التعريخ السني لم ينقل هذا عن المعصومين وإنما نقله عن المؤرخين في الحقيقة ما عندنا رواية صريحة واضحة جدا عن المعصومين تقول من أن النبي صلى الله عليه وآله ولد في السابع عشر هناك روايات مضمرة ما هو معروف وشائع بين أصحاب الأئمة بين العلماء الذين جاءوا من بعدهم في كتب الأدعية والمزارات الشيعة عبر التعريخ يحتفلون في اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول إنه اليوم الذي ولد فيه نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله في الحقيقة لا أستطيع أن أثبت لك الموضوع بنحو دقيق هذا الأمر شائع معروف في أوساطنا الشيعية مثبت في الكتب التي تحدثت عن ولادة النبي صلى الله عليه وآله لكننا لا نمتلك نصوصا صريحة وواضحة عن المعصومين بهذا الشأن بحدود علمي بحدود ما أنا مطلع عليه هناك روايات مضمرة تؤيد هذا الذي أشرت إليه وهو أن مولد النبي صلى الله عليه وآله في اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول الرسالة من لبنان معكم الشيخ علي من لبنان ثم يطرح السؤال سؤاله بخصوص الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة يقول من أن الآية في غير موضعها الصحيح فنحن إذا ما قرأنا الآية الخامسة والستين والتي بعدها السادسة والستين بعد البسملة فإن الآيتين تتحدثان عن أهل الكتاب ثم تأتي آية الغدير وبعد ذلك تأتينا الآية الثامنة والستون بعد البسملة من سورة المائدة كي تكمل معنى الآيتين التي سبقتها آية الغدير وهذا واضح كلامك يا شيخ علي كلام صحيح مثل ما تقول فإن الآية لم تأتي في سياقها وإنما وضعت بين آيات تتحدث عن أهل الكتاب ولا علاقة لآية الغدير بسياق تلك الآيات أبدا من جميع الوجوه هذا الأمر ليس خاصا بهذه الآية الآية التي نزلت بعدها اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دين هذه وضعت في آية لا علاقة لها بالموضوع حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة إنها البهيمة التي تقتل خنقا والموقوذة إنها البهيمة التي تقتل ضربا والمتردية إنها البهيمة التي تقتل حينما تتردى من مكان عال أو أنها تقع في عفرة وتموت والنطيحة إنها البهيمة التي تقتل نطحا تنطحها الحيوانات الأخرى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب إنها نصب الأصنام وأن تستقسم بالأزلام إنها أزلام المقامرة في الجاهلية ذلك فسق تكملة الآية فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم جاءوا بالآية ووضعوها هنا ذلكم فسق اليوم يأس الذين كفروا من دينكم كأننا حينما نمتنع عن أكل المنخنقة والموقوذة نجعل الذين كفروا قد يأسوا من ديننا ما هذا الأمر موجود في القرآن كله الآيات ما وضعت في محلها الصحيح هناك من عبث بمواضع الآيات لكننا نقرأ القرآن مثلما هو في المصحف بقراءة حفص تحدثت قبل قليل عن هذا بحسب التفسير فإننا نرفض هذا السياق في كتبهم في كتب المخالفين فإن هذا المقطع من الآية مفسر في بيعة الغدير ومن أن الآية نزلت بعد واقعة الغدير في كتبهم اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين فمن اضطر في مخمصة ما علاقة هذا بالآية هذا الجزء من الآية يرتبط مباشرة بالقسم الأول منها حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم وهذه الآية لا علاقة لها بالسياق الذي وردت فيه ومثل هذا كثير إنها الآيات التي ترتبط بأمير المؤمنين نقلوها من مواطنها الأصلية ووضعوها في سياقات لا علاقة للآية بها فسؤالك عن الآية إن الآية ليست في سياقها الصحيح ليست في موضعها الصحيح ولكننا نقرأ القرآن مثل ما هو في المصحاف ونفسر القرآن بحسب قراءة أهل البيت قد يقول قائل لماذا تفعلون هذا أئمتنا أمرون بهذا ونحن عبيد مسلمون قد تقولون لماذا أمركم أئمتكم هكذا تفعلون تفسرون بحسب قراءتهم وتتلون القرآن بحسب قراءة المصحف بحسب قراءة النواصب كي نحافظ على المصحف كما هو لأننا إذا ما قرأناه بقراءة العترة علنا فإننا نفتح الباب لهم كي يحرفوا أكثر نقف عند هذا التحريف ونقرأ بقراءتهم كما حرفوا لكننا نفسر قرآننا بحسب قراءة العترة الطاهرة هذا هو منهج دين العترة الطاهرة حوزة النجف ترفض هذا لأن حوزة النجف لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة هذه هي الحقيقة من الآخر تحياتي للشيخ علي من لبنان الرسالة من السعودية ومن الأخت الفاضلة فاطمة تسأل عن رواية منقولة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الرواية وردت في دلائل الإمامة سأقرأ النص من الرسالة جاء رجل إلى أمير المؤمنين فشكى إليه طول دولة الجور المراد من طول الدولة من طول زمانها فكلمة الدولة لا تعني مصطلح الدولة السياسي والقانوني في زماننا وتلك الأيام نداولها بين الناس كما يقول القرآن إنها مداولة الأيام جاء رجل إلى أمير المؤمنين فشكى إليه طول دولة الجور فقال له أمير المؤمنين والله لا يكون ما تأملون الإمام يشير إلى إمام زماننا الحجة بن الحسن والله لا يكون ما تأملون حتى يهلك المبطلون ويضمحل الجاهلون ويأمن المتقون وقليل ما يكون حتى لا يكون لأحدكم موضع قدمه وحتى تكون على الناس أهون من الميتة عند صاحبها فبين أنتم كذلك إذ جاء نصر الله والفتح وهو قول ربي عز وجل في كتابه حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا وذلك عند قيام قائمنا المهدي ما المراد من هذه العبارات ويأمن المتقون وقليل ما يكون وهذه العبارة أيضا حتى لا يكون لأحدكم موضع قدمه الرواية مصدرها الأصل دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي من أعلام القرن الخامس الهجري وهذه الطبعة طبعة مؤسسة البعثة قموا المقدسة صفحة أربعمية وواحد وسبعين رقم الحديث أربعمية واثنين وستين بسنده بسند الطبري الإمامي صاحب دلائل الإمامة عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين فشك إليه طول دولة الجو سؤال سائلة الكريمة ما معنى ويأمن المتقون أمير المؤمنين ماذا قال والله لا يكون ما تأملون حتى يهلك المبطلون المبطلون من الشيعة الكلام هنا عن الشيعة والله لا يكون ما تأملون الذين يأملون هم الشيعة والله لا يكون ما تأملون حتى يهلك المبطلون المبطلون من الشيعة ويضمحل الجاهلون يضمحل يتلاشى حتى يتلاشى الجاهلون لا أثر لهم لا يعني أنهم قد عدموا لكنهم لا تأثير لهم في الواقع لأن الواقع الشيعية سيتفكك في الزمن القريب من وقت ظهور إمام زماننا ألا تلاحظون أن المجتمع الإنساني في العالم كله بدأ يتفكك يتفكك نفسيا فلا عاد الفرح فرحا ولا عاد الحزن حزنا ولا عاد الاهتمام بالأمور اهتماما الأمور تتبدل والكآبة العالمية ألقت بظلالها في كل مكان في العالم الأحداث الكبيرة تقع لكن الناس لا يبالون بها يهتمون بها في أول وقوعها وبعد ذلك يعرضون عنها الحرب الأوكرانية الأحداث في فلسطين وهكذا وما يجري في سوريا ولبنان أهل البلاد أنفسهم لا يعبعون بالذي يجري في بلاده في أول وهلة يكون هناك اهتمام وبعد ذلك تتلاشى الأمور أتحدث عن الجانب النفسي لا أتحدث عن الجانب السياسي أو العسكري أتحدث عن تفاعل الناس عموما مع الوقائع والأحداث هذا مظهر من مظاهر الإضمحلال المراد من إضمحلال الجاهلين أن تأثيرهم سيتلاشى لأنه في الحقيقة فإن التأثير الكبير في واقعنا الشيعي هو للجهال المراجع جهال والقادة السياسيون الدينيون الشيعة جهال 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 هؤلاء هم الذين يؤثرون في الواقع الشيعي هذا الجهل سيضمحل شيئا فشيئا حينما يموت هذا الجيل من شياب المراجع وشياب السياسيين القطبيين إذا ما مات هذا الجيل فإن الجيل القادم سيكون بوضعية أخرى أتحدث عن الأتباع أتحدث عن عامة الشيعة إذا من قضى جيلنا هذا جيل الشياب الأجيال القادمة ستكون بحالة أخرى إنه التفكك التفكك القادم والكآبة المنتشرة في كل مكان والله لا يكون ما تعملون حتى يهلك المبطلون ويضمحل الجاهلون ويأمن المتقون المتقون قلة هؤلاء سيأمنون سيعيشون أمانا بانتظار إمام زمانهم في دائرة ضيقة ويأمن المتقون وقليل ما يكون وهم قلة إلا أن الوضع بشكل عام وضع مضطرب حتى لا يكون لأحدكم موضع قدمه هذه قد تشير إلى الفقر من أنكم لا تملكون حتى بمقدار موضع أقدامكم هذه قد تشير إلى الخوف من أنكم لستم مستقرين لا تتمكنون من البقاء حتى بمقدار أن تكون أقدامكم ثابتة على مواضعها على الأرض لأنكم في حالة فرار في حالة مطاردة أو هو التشريد والغربة من أنكم ستتفرقون في البلاد في المنافي فليس لكم من موضع قدمه هذه المعاني كلها تستخرج من هذه العبارة لكن المعنى الأدق وهذه المعاني تشير إلى هذا المعنى الأدق الاضطراب وعدم الاستقرار فإن الإنسان حينما لا يكون له موضع قدمه إنه في حالة اضطراب إنه في حالة عدم استقرار في حالة شرود ذهني الفتن الخارجية التي تحيط به والفتن الداخلية التي استقرت في جوانح صدره تعبث به تقلبه تقلب وكأن عاصفة هوجاء تعصف فيه من داخله الفتنة إذا ما تغولت فإنها ستعصف بالعقل وبالقلب في مثل هذه الحالة فإن الإنسان لا يستطيع أن يستقر على موضع قدمه والله لا يكون ما تأملون حتى يهلك المبطلون ويضمحل الجاهلون ويأمن المتقون المتقون قلة هؤلاء هم الآمنون ويأمن المتقون وقليل ما يكون حتى لا يكون لأحدكم موضع قدمه إلى آخر ما جاء في الرواية لأن الأسئلة كانت بخصوص هذه الكلمات وسؤال من هولندا من أحد المشايخ فيها ما هو الفارق بين قولنا حينما نذكر الإمام المعصوم فنقول عليه السلام أو أن يقال منه السلام ما هو الفارق بين العبارتين عبارتين عبارة عليه السلام هي التي في كتبنا وهي التي في رواياتنا وأحاديثنا وهي التي نعرفها ولا نعرف غيرها أما عبارة منه السلام بعد ذكر المعصوم فهذه العبارة تسربت إلى بعض الأوساط الشيعية من كتب الغلاة الأنجاز لعنة الله عليه هناك فارق كبير بين العبارتين لكن الشيعة جهال أغبياء يصدقون كل شيء يقال له فارق كبير بين العبارتين عبارة عليه السلام عبارة بليغة عبارة منه السلام ما هي بعبارة بليغة الذي يؤيد قولي قرآن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو قرآن ومصدر بلاغتنا قد يقول قائل من أنك قبل قليل تحدثت عن تحريف هناك تحريف لكن هذا لا يعني أن القرآن قد حرف من أوله إلى آخره هناك تغيير في بعض مواطن الآيات هناك حذف لبعض الكلمات القرآن هو قرآن حجة علينا نتلوه ونتعبد به ونأخذ ديننا وحقائق عقائدنا منه ونحن عندنا قراءة العترة وعندنا تفسير العترة وعلى هذا بايعنا في الغدير فلا يضيرنا إذا كان هناك من خلل وتحريف في قراءة المصحف حقائق القرآن باقية بين أيدينا ببقاء العترة الطاهرة وهذا هو مضمون حديث الثقلين الذين لا يتمسكون بقراءة العترة في تفسير القرآن ولا يعملون بقواعد التفسير العلوي هؤلاء هم الذين سيذهبون في الضلال ما إن تمسكتم بهما بالقرآن والعترة لن تضلوا بعد أبدا هذا ضمان من محمد المصطفى صلى الله عليه وآله فماذا يقول قرآننا في سورة الصافات في الآية التاسعة والسبعين بعد البسملة سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين ما قال القرآن سلام من نوح في العالمين هذا هراء الغلاة الأنجاز لعنة الله عليه سلام على نوح في العالمين الآية التاسعة بعد المئة بعد البسملة سلام على إبراهيم ما قال القرآن سلام من إبراهيم سلام على إبراهيم الآية العشرون بعد المئة بعد البسملة سلام على موسى وهارون الآية الثلاثون بعد المئة بعد البسملة بحسب قراءة حفص الكذاب قراءة المصحف سلام على إلياسين بحسب قراءة العترة الطاهرة سلام على آل ياسين هناك سلام على نوح هناك سلام على إبراهيم هناك سلام على موسى وهارون لماذا لا يوجد سلام على آل ياسين هذا هو السلام على آل ياسين وضع وضع في غير وضع في غير موضعه وقرأ بقراءة محرفة بحسب قراءة المصحف سلام على إلياسين بحسب قراءة العترة الطاهرة سلام على آل ياسين إلى الآية الحادية والثمانين بعد المئة بعد البسملة من سورة الصافات وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين هذا هو القرآن القرآن يسلم على الأنبياء يسلم على المرسلين يسلم على آل ياسين وسلام على المرسلين القول البليغ الكامل الزيارة الجامعة الكبيرة القول البليغ الكامل النخعي ماذا قال لإمامنا الهادي علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم سيأتي الجواب على قدر السؤال قطعا هذه البلاغة الكاملة بحسبنا بحسب مستوى عقولنا ومعارفنا وليس بمستوى محمد وآل محمد البلاغة الكاملة بحسبهم ذلك شأن فيما بينهم وبين الله يَا عَلِي يَا عَلِي يَا عَلِي لَا يَعْرِفُ اللَّهَ إِلَّا أَنَا وَأَنْتْ وَلَا يَعْرِفُنِي إِلَّا اللَّهُ وَأَنْتْ وَلَا يَعْرِفُكَ يَا عَلِي إِلَّا اللَّهُ وَأَنَا هذه بلاغتهم فيما بينهم اللهم صلي على محمد وآل محمد الله محمد آل محمد هذا فيما بينهم تلك بلاغتهم الكاملة لهم ولا علاقة لنا بها ولا نعرف عنها شيئا البلاغة الكاملة هنا هي التي فاضت بها شفاه إمامنا الهادي بحسبنا فماذا نقرأ في القول البليغ الكامل إننا نسلم عليه السلام عليكم يا أهل بيت النبوة هذا في المقطع الأول في المقطع الثاني السلام على أئمة الهدى إلى آخر المقطع وهكذا في المقطع الثالث في المقطع الرابع في كل المقاطع في زيارة كلها إننا نسلم عليهم ونصلي عليهم هذا مصداق من مصاديق الروايات المحكمة الزيارة الجامعة الكبيرة إنها نص محكم في غاية الإحكام إنها القول البليغ الكامل فاعرضوا 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 ما نقوله عند ذكر المعصوم عليه السلام وما يقوله الغلاة الأنجاس منه السلام فاعرضوا ذلك على القرآن واعرضوا ذلك على الأحاديث المحكمة على النصوص البليغة بمستوى البلاغة الكاملة إنها الزيارة الجامعة الكبيرة هذا هو دين العطرة دين العلم دين الأدلة والحجج دين البلاغة والفصاحة دين المنطق السليم إذن الفارق الأول ما بين عليه السلام ومنه السلام عليه السلام في كتبنا في كتب أئمتنا في أحاديثنا التي نقطع بأنها أحاديث العطرة أما منه السلام في كتب الغلاة الأنجاس التي نقطع بأنها لا علاقة لها بالعترة الطاهرة المطهرة نعرض بلاغتها على القرآن وعلى القول البليغ الكامل كي نرى أن عليه السلام تأتي مطابقة مع القرآن ومع الحديث المحكم مع القول البليغ الكامل في الزيارة الجامعة الكبيرة أما قول الغلاة الأنجاس فتلك قذارتهم لهم لا علاقة لنا بها النقطة الثالثة هذه العبارة عليه السلام تأتي منسجمة مع أدب التعامل مع الإمام المعصوم أما العبارة منه السلام تأتي في سياق مسيء للأدب مع الإمام المعصوم تقولون كيف سأبين لكم عليه السلام سلام نحن نوجهه إليه وهذا هو واجبنا نحن نسلم عليه لا يجب عليه أن يرد علينا السلام لا يجب عليه ذلك نحن لا نتحدث هنا في دائرة أحكام الفقه من أن الابتداء بالسلام مستحب ومن أن رد السلام واجب نحن لا نتحدث في هذا الاتجاه نتحدث بحديث الحقائق لأن سلامنا ما هو بسلام عادي مع المعصوم سلامنا هو تجديد العهود والمواثيق إذا كان الإمام لا يرانا صادقين وأوفياء لا يرد السلام علينا لأنه إذا رد السلام علينا فقد عاهدنا هو هذا هو معنى السلام حتى بين المسلمين حتى بين المسلمين حينما يسلم المسلم على المسلم حينما يقول له سلام عليكم أتعلمون ما معنى هذا؟ معناه هكذا إني أعاهدك يا أيها الذي سلمت عليه من أن دمك وعرضك ومالك في سلام مني فحينما يقول له عليكم السلام إنه يستجيب لهذه المعاهدة يقول له وكذلك فإن دمك وعرضك ومالك في سلام مني هذا أحد معاني السلام ونحن حينما نسلم على الإمام نجدد العهد معه هذا ما أنا أقوله في الجزء الأول من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة والطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 513 من الباب الذي عنوانه مولد النبي ووفاته صلى الله عليه وآله الحديث التاسع والثلاثون بسنده بسند الكليني عن داود بن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله للإمام الصادق صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله حينما نسلم عليه ما معنى السلام على المعصوم فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم هذا النص يشير إلى إمامة فاطمة صلوات الله عليها إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة يعني ما بقي من الأئمة فالذين ذكروا فالذين ذكروا في الجملة كلهم أئمة وفاطمة قد ذكرت لا لعنة الله على المنهج الطوسي الذي ينكر إمامة فاطمة إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق أن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن متى يكون هذا؟ في العصر القائمي وفي عصر الرجعة العظيم ووعدهم ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور إنه العصر القائمي حيث تمتزج عوالم الغيب مع عوالم الشهادة ويتعمق هذا المعنى عبر عصر الرجعة العظيمة حتى نصل إلى جنة الدنيا إلى الدولة المحمدية العظمى ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شيئة فيها قال لا خصومة فيها لعدوهم وأن يكون لهم فيها ما يحبون وأخذ رسول الله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه هذا هو معنى السلام على رسول الله معنى السلام على الإمام المعصوم تجديد المواثيق فإذا لم نكن صادقين بمواثيقنا فإن الإمام لا يرد السلام علينا لأنه إذا رد السلام علينا هذا يعني أنه قد قبل مواثيقنا وعهودنا وصاحب الأمر يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة من أنهم نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون شياطين سفلة حقراء هذا في رسالة الإمام الحجة إلى الشيخ المفيد التي وصلت سنة 410 للهجرة وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون سلامنا على إمام زماننا تجديد عهد وميثاق وهذا هو أدب العبد عليه السلام أدب العبد أما منه السلام إننا نفرض عليه أن يرد علينا السلام وهذا سوء أدب وحقارة وقذارة إنها حقارة وقذارة الغلاة الأنجاز لأن الغلاة يحاولون أن يأتوا بشيء جديد لكنهم أغبياء ثولان لا يأتون إلا بالقذارة والنجاسة لأن النجاسة لا تصدر إلا من الأنجاز وهم غلاة أنجاز ألا لعنة الله عليهم تلاحظون الفارقة بين العبارتين عليه السلام تجديد عهد وميثاق وليس بالضرورة أن يجيب الإمام لأن الإمام ينظر إلى حقائقنا إذا كنا لسنا صادقين في عهودنا ومواثيقنا فإن الإمام لا يرد السلام علينا بالضبط مثلما دخل أبو بكر وعمار وسلم على الزهراء فما ردت السلام على أبي بكر وعمار لأنها ما كانت تعتقد بأنهما من المسلمين لو كانت تعتقد بأنهما من المسلمين لردت السلام عليهم هذا الأمر مذكور في كتب النواصب قبل أن يكون مذكوراً في كتبنا عودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع واتطلعوا على التفاصيل إذن عليه السلام من شأن العبد وعلى العبد أن يكون هكذا أما منه السلام فهذا فرض من قبلنا على المعصوم أن يرد علينا سوء أدب وحقارة لأنها تصدر من منابع الحقارة والقذارة من الغلات الأنجاس لعنة الله عليهم أعتقد أن صورة صارت واضحة وواضحة جداً هذا هو الفارق بين قولنا عند ذكر المعصوم عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه وبين قول الأنجاس من النصيريين وأمثالهم حينما يذكرون المعصوم فيقولون منه السلام السلام من المعصوم ولكننا لا نفرض هذا على المعصوم المعصوم يمكن أن يرد علينا ويمكن أن لا يرد علينا لأننا لا نستحق ذلك أما نحن عبيد فعلينا أن نتأدب بين يدي وأن نظهر ولا أنا وأن نجدد العهود والمواثيق كي نسلم علي وهذا هو منطق بلاغة القرآن ومنطق بلاغة الزيارة الجامعة الكبيرة فيا شباب الشيعة ليش ياهو اللي يجي يضحك عليكم تمشون وراه إلى متى تبقون مضحكه المراجع يضحكون عليكم التركون هم ترحون لهؤلاء الغلات الأنجاز لوين الظلون ثولا لوين الظلون ثولا نذهب إلى فاصل كانت إجاباتي مختصرة ووجيزة وسريعة لأنني أردت أن أجيب على أكبر قدر من الأسئلة وأن أرد على أكبر قدر من الرسائل التي وصلتني وهي كثيرة جدا وأعتذر وأبقى أعتذر للذين لا أستطيع أن أرد على رسائلهم لضيق الوقت ماذا أصنع للوقت وقت الحلقة صار طويلا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أسئلة جديدة أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله